من كابتن ميدوم صلحي وفريق الطائرة ونفس الضغوط اللي بتوع على فريق الطائرة لانه دايما مطالب بتحقيق كل البطولات ضغوط اخرى بطاقة على المدير الفني للنادي الاهلي بصفة مدير الفني للنادي الاهلي مش بصفة مرسيل كولر وده اللي كنا بنتكلم معاه حضراتكم قبل الهاتف ان بيتم يعني وضع حصانة لاي مدير فني اجنابي لاندية اخرى اما النادي الاهلي فدائما وابدا بيتم التشكيك في المدير الفني للنادي الاهلي حتى لو مغلطش هنغلطه وهنشيله الغلط وهنعقبه على حاجة هو مغلطهاش عشان تفهموا الكصة دي هنرجع تاني نعيد الفيديو اللي كان قبل الفاصل عن استاد استوديو التحليلي في اون تايم سبورت عن مباراة الاهلي واسمه هنشوف كابتن سامش شيني وكابتن شام حنفي مع مقدم برنامج احمد خيري قاله ايه على مرسيل كولر ونرجع نعقب تعليقكم على الجزء من تصريح ان هو ما شافش كده في حياته فريق بيدفع على طول التسعين دقيقة هو انا كمدرب مطلوب مني ان انا اريح المنافس مثلا انا بلعب بطريقة دفاعية فعادي من حق ان انا ادافع رأيك يا كابتن شام يعني انا استغربت جدا الجزئية دي نوا بيلوم على اسموح ان هما دفعوا غير طبعا نوا بيلوم على جزئية اهضار الوقت لأ انا افعوض مش من حق انه اه يتكلم في تدخل مدير فني الاخر لان انا انا حر يعني ان شاء الله لعب الحداشة جوة طمان اه انا حر ان انا في النهاية انا بلاعب النادي الاهلي انا بلاعب نادي الزمالك فانا الطبيعي ان انا مخسرش يعني ممكن اخسر من اي فرقة تانية عشان انا بلعب اه يعني ايه اللي هو ند بند لكن انت في فوارئ كبيرة هو انت النهاردة لما لعيب عندك بياخد خمسة عشرين مليون جنيه غير اللعيب بياخد هنا مليون جنيه مش دي فيه فرق امكانيات ولا ده فرق ايه وانا ده مفروض عشان بس ابقى فاهم انا يعني مفروض فاكيد انا بلعب في حدود امكانيات ان انا مخسرش مباراة فمفروض ما يتطرقش ان هو يقول المدير فني بيعمل ايه لكن انا هتطرق لان انا ممكن اقول مسلا ايه اللعيب ده بيضيع وقت اللعيب الحكم مساعده انه مدرش يعني انا بقولك كان فيه كارت احمر للعيب رقم ارابعين اللسه نازل ابو بكر اليد كارت احمر والفار جابها واحمد غندور ما عملش حاجة وارهنك ان هتلاقيها فلسطول التحليلي هيجيبوها في الحالات التحكمية فيها كارت احمر مش هتأثر هي كانت في ديئة اتنين وتمانين مش هتأثر لان فريس موحة كله كان بلعب تحت الكورة وهو من حاجة يتكلم على قصة اهدار الوقت بس الطريقة بتاعت المنافس مش بتاعتك بزلطة او انا اقولك على الكورة دي هتتقالف للحالات التحكمية فيه كارت احمر مباشر المفروض لكن او هتغضع عنها لكن هو ده اللي تتكلم عليه لكن ما تتكلمش ان انا انا بلعب ايوه انت حراج عما تقوله عمالي يدافع وبيش دافع وفيه فراب بتاع محمد سعيد مكارونا اللي هو تعال لك الشناوي صح والكورة تلعب بالعرض اللي اللي هصدق جولة حطها في العرضة فاتحارك انت بتتكلم في ايه اه بيدافع بس اجاب عندك انفراضين صح ما هو هتعايز اعمل ايه امكانياته ايه عشان لعبك ايه تب انت النهاردة بتلوم علي انه بيدافع تبا كان ممكن فيجو ايه وكان ممكن تطلع مغلوب اتنين صح ولا غلط فانت ملكش دعب غيرك انت ليك دعوة انت عملت ايه لكن بيدافع تبا بيدافع تبا بيدافع تبا بيدافع تبا بيدايع وقت ده حق وده من الحاجات المشروع انه ضاع وقت تصريحات غير موفقة على الان اطلاق الحقيقة لمارسل كلر لو كان قالها الحقيقة يعني الفيديو بيقولك احنا عبرنا ما اسمعنا عن مدير فني اتكلم عن فريق بالشكل ده احنا بنعترض على لو مدير فني اتكلم عن فريق بالشكل ده لان احنا في 90 بوبرشيلتو المدرب منتخب ايرلندا في مبارات مصر ايرلندا اتكلم عن الطريقة الدفاعية لمنتخب مصر اه مش من حق ان هو يتكلم ويشوف حلول ولكن حصلت قبل كده وهتحصل كتير ولكن ده ما حصلش من مرسل كلر والحقيقة انا استغربت جدا من كابتن سامي الشيشين واي بيتحدث عن قصة ان ايه المشكلة من حقه ضيع وقت وده طبيعي جدا هو ازاي بقى طبيعي جدا يا كابتن سامي ازاي بقى طبيعي جدا العالم كله بيتغير حوالين مننا وحضرتك المفروض متابع وشوفنا كاس العالم وما يحدث في كاس العالم من طريقة مختلفة وبروتكول مختلف الحساب بالوقت بدل تضيع عشان يكون وقت المباراة اكتر وقت ممكن داخل ارض الملعب يكون فيه تنافس شريف بين الفريقين وانت جايت تقول لي لا ده من حقه يضيع وقت لا مش من حقه يضيع وقت طالما احنا لنا اتبع سياسة او بروتكول احتساب الوقت بدل تضيع في كاس العالم مفيش حاجة اسمها كده خالص يا كابتن سامي وكمان كلر لم يتعرض بأي شكل من الاشكال لفريق سموحة ولم يتحدث عن فريق سموحة كل اللي تكلم فيه قال ان احنا 40 سنة ضيعنا ما شفتش مباراة بديها فيه وقت ده عنا استعرضه ولكن احنا كان مهم جدا نبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل في الاستوديوات التحليلية قاله وهو ان انت لو جالك تصريح لابد ان يعني تكون مدقق فيه بشكل كبير جدا ان انت بتحط للراجل غلطة مش موجودة وهي مغلطة راجل القش تعال نحط الراجل الكزة وتعال نتخانق مع اللي قاله الراجل والراجل اصلا ما قالش الكلام ده كل ده ليه لان كولر هو المدير الفني للنادي الاهلي في مواقف تانية ومع مديرين فنين تانيين واندية اخرى المدير الفني نفسه يطلع يتحدث عن خطأ حدش يتكلم المدير الفني اصلا لا يعتبر اي اعتبارات للمؤتمر الصحفي وما يحضرش اي مؤتمر صحفي الا في حالة فوز مريح محدش بيطلع يتكلم ولا حد بينتقد ليه لان احنا محصنين المديرين الفنيين الاجانب لاندية اخرى اما النادي الاهلي فالمدير الفني بالنسبة لهم هو هدف لاسقطه انا نفسي نفسي اشوف الناس بتقعد كده وتقيم التصريحات بتاعة مديرين فنين اخرين ده ان كان اصلا التصريح صحيح يمكن انا شايف ان لا الناس بتقول مغلطة الناس اصلا ما بتسمعش الناس اصلا عندها ميل انها تهاجم الناس عندها ميل اصلا ان لازم ابدأ كولر ده زي مسماني زي غيره الفكرة اضرب دوس العملية سهلة لان ممكن اتفهم كابتن سامي الشيشيني وهو منتمل نادي الزمالك وان كان ده مش مفترض اهلمان يحصل الراجل بيشوف كل شيء ممكن ينتقد فيه وبينتقد انما كابتن نشان حنفي ما تدي نفسك كده مساحة وناخد نفس ونسمع كويس اللي بيتقال وبعد كده نرجع نعقب عليه او نقول وجهة نظر ولكن مش ده اللي بيحصل الفكرة ان انا اهلاوي انا زمالكاوي مدير الفني لنادي الاهلي ده افضل حاجة واسهل حاجة اعملها ان انا ابدأ اهجمه وان انا ابدأ انطقص منه وان انا ابدأ احطه في زاوية هي مش حصلة وليل امانة على فكرة في العالم كله وفي الدوري الانجليزي وفي لاليجا وفي كل الدوريات بيطلع عادي مديرين فنيين يتكلموا ان ليست كرة القدم تلعب هكذا وان يا جماعة لسه فابيو كابيلو بيصرح ان كاس العالم والكرة اللي تلعبت فيه انقذتنا من فكرة التحضير الكتير والتيكي تاكو عادي جدا بيتكلم عن اسلوب اسلوب كبير ويوهان كرويف وبت جورديولا وناس مدارس تدريبية عظيمة وبيتكلم ان لأ كرة القدم في كاس العالم انقذت بفكرة اللعب المباشر والديريكت فوتبول وان ده حاجة كويسة جدا وان ده كرة القدم مفترض ان هي تكون وده كله كلام في وجهات نظر فنية ايه المشكلة يا حتى لو كولر تكلم على فكرة وانا وجهة نظر ايه المشكلة يا الراجل بيتكلم فيه طريقة وعنده تحفظ عليها ما بيقولش المنافس من حق يلعب ولا يلعبش ولكن بقول طريقة كرة القدم دي بتحرم الجمهور من فكرة المتعة ومن فكرة ان ان انت يكون عندك رغبة واني يكون عندك تنافس حقيقي طيب هو اصلا بقى كولر قال كده دي المصيبة الأكبر يعني حتى لو انت بتنتقدوا في تصرحات و بتقولوا من حقك تقولوا وش من حقك تقول ده كلام غالب وده كلام مش موجود فكرة ولكن هو اصلا كولر قال كده تعالوا نسمع واحدة كده كولر قال ايه ونرجع نعقب تقول عادم كنت ستبقى 17 عام قد رفع حقك في 23 عام أنا مدرب محترف. لا أعتقد أن أرى الطماطش الزيادة في حياتي. بالتأكيد دي شطل أولاني. طبعاً لعبنا جيد. الأمور كانت صعبة. بسبب طبعاً نحن نلعب الفرقة بتلعب كلها في تلت الدفاعي بس. بتقفل وراء. ماهو الأمر فعله نذكر. ماهو الأمر ستجربة. منطقي والآن إلى اللعلى والدماء. والجال أولاً أن يُتوحج لكي شراءة. فش يبدو أن أعظم كيف حالتها. الآن سيعت لذلك في الناس حياتك. أعتقد أن هناك كم المدة يتمتيhearted، لا أعتقد أنها كلها في الأوقات الأماكن. الناس أعراب تقول شوية خمسة كل ثلاث دقائق واحد بيقع الناس بتتشوت الكرة بره تتشوت الكرة في نص الملعب عشان تضيع وقت تضيع وقت بشكل أنا ما شوفتوش في حياتي المهنية كلها في خلال 40 سنة ده مش أخلاق رياضية والأمور صعبة جدا ومتسابة كل واحد يعمل لو عايزه وإحنا شوفنا في كاس العالم الناس كان بتحسب دقائق إزاي والريتم كان سريع ورغم كده بدو دقائق كتير لكن احنا عندنا النهاردة شوط الأولاني دقيقتين شوط الداني خمس دقائق لو أي حد رجع للمطش حيشوف ان احنا كان في وقت ضايع أكتر من كده كتير جدا كلام ده ممكن أصلا منعه لتحسين جودة الكرة في مصر دي نصيح علي للناس مش بتكلم عن المطش النهاردة باتكلم عن متى لأن موضوعه قاعد يزيد مطش بعد التاني كارت أصفر في كارت أصفر لو واحد خد طرد بسبب التمثيليات اللي مش كويسة اللي تتعامل في المطشات دي أعتقد أعتقد الناس هتبقى أحسن والدني هتبقى أحسن وده صالح الكرة المصرية أنها تبقى رتمها أسرع من كده ويبقى يعني لعب كورة بجد موسيقى كما قلت ما الذي قرأيهمه نعم لدينا قليلا من يجب تسويل جدًّ ان الكلام في هذا المرة كذلك يدعك في هذا المرة يجبذك إجراء منه ويجب ذلك لقد وضعنا لذا قلت اس أحياني لكن في المجمل ما خلقناش فرص كتير وفي مطش زايدة هي بتجي لك واحدة او اتنين في وسط الزحمة دي كلها لازم تخلصها فاحنا الفرص الشحيحة اللي جات لنا معرفناش نخلصها نخلصها وما خلقناش فرص كتير وبالتالي اه اتعدلنا في الاخر اهداء لكابتن هشام حنفي كابتن سامي الشيشيني ومقدم الاستوديو اه احمد خيري يعني هل انتوا سمعتوا الكلام ده ولا انتوا طلعتوا عقبتوا على ايه يعني الجدل حتى اللي دار ما بين كابتن هشام حنفي وكابتن سامي الشيشيني لما حب ينتصر شوية يعني الفكرة قاله هو حقه يتكلم في الوقت بضع الضايع وان اللعب ما اضعاش وقت بضع الضايع بس مش من حقه يتكلم في الفريق اللي قدامه يلعب ازاي الراجل ما تكلمش خالص ان حق اسموه هيلعب بشكل ايه ولا مايلعبش بشكل ايه الراجل بيقول خمسين سنة ما شافش في مسيرته المهنية لأ الثلاثة وعشرين سنة وصبعتاشر سنة انا ربعين سنة انا ربعين سنة ركالتن ولا بلاش اربعين سنة في مسيرته المهنية ما شافش ده طيب انت بتتكلم اربعين سنة ما شافش ايه راجل تتكلم على فكرة اضاعة الوقت ووقوع اللعبين وان في كاس العالم كان فيه الوقت المحتسب الفعل بدل الضايع وكل ده من اشكال الحديث عن اضاعة الوقت لم يتعرض لتاكتكس المدرب المنافس ما قالش ما شفتش لعيبة كلها بتلعب تحت الكورة ما شفتش لعيبة بتلعب زون ديفندنج مثلا ما شفتش لعيبة ما بتضغطش وكل الفكرة ان هم مستنيين الكورة تجي لهم شفتش لعيبة بتشكت الراجل ما تكلمش في طريقة لعبة جماع الراجل ما تكلمش في تاكتكس المنافس الراجل تكلم بقواعد اللي انا وانت واي حد هو بتفرج على الكورة منتظر ان ده اساس الفير بلاي ان مدة زمن المباراة 90 دي او وقت بدل ضايع عشان خطر الوقت اللي يتم يضره في 90 دي اتاخده هو لا قال الشوت الاول اتحسب وقت بدل ضاع قد ايه والشوت التالي اتحسب وقت بدل ضاع قد ايه وده لا يمثل حقيقة الوقت بدل ضاع في المباراة وان ده بيخل بالعدالة في المباراة وبيخل بفكرة تكافؤ الفرص وبيخل أصلا بفكرة تطوير الكورة المصرية وشوفنا كتير جداً ناس بتتكلم عن تطوير الكرة المصرية ومش ناس مدرب نادي الزمالك فريرة لأنه هو ده اللي أنا بشوف أنه معه حصانة بيتكلم عن لو الكرة المصرية عايزين تطوروها مفتلط تعملوا ايه بيهاجم الاتحاد المصري لكرة القدم وبقوله لو أنت عايز تطور تعمل ايه بيتكلم في أمور تتعلق بلواقح في مشاركة النادي الأهلي في دورة أبطال أفريقيا سببوا ايه واللعب متدور التاميدي او لا وبيتكلم في كل ده ما شوفتش حد فيكو طلع وجيه له رسالة زي دي ولا يقوله مجل تتكلمش على المنافس لأ الكلام عادي الكلام شغال ليه أصل اسمه فريرة أصله مدرب نادي الزمالك أصله مش النادي الأهلي أصله مش حد من نادي الأهلي عشان تغيب المهنية والستوديو بالكامل يعاقب الراجل ويتحدث عن تصرحات مالهاش ويبدأ يحكموا فيها لا ده مهنية ولا ده ليه علاقة بأن انت تكون منصف وانت بتتكلم ولا ده ليه علاقة بأن انت تكون عندك معيار واحد يا جماعة طول الوقت عندكم معيارين وطول الوقت بنقول جمهور النادي الأهلي ليه شايف أن الناس ما بتتناولش الأمور بشكل عادل عشان ده عشان طول الوقت انت يا إما تتكلم في حاجة ما حصلتش يا إما لو حاجة حصلت حتى يكون فيه مسيلتها عند نادي آخر وتتغدى عنها تماما والموضوع دورنا هنا ان نقول كفاية ده مش صح ده مش مهنيا مزبوط ولا مفترض ان احنا نشوفه ومفترض الناس تحاسب نفسها ويا كابتن هشام اعتقد ان انت لو بتنتقد في أمر فني في وجهات نظر عمرنا ما حنيجي هنا نقولك ما تتكلمش بالعكس عشان بس فكرة كل ما ننتقد الناس تطلع تقولك ايه اصلا انتم مش عايزين عايزين ناس كلها تقول حاجة واحدة لا عايزين تقولي الحقيقة بس لا اكتر ولا اقل واللي انت قلته ده لحقيقة ولا منطق ولا اصلا حصل عشان تلوم المدير الفني عليه احنا حتى مش عايزين نقول الحقيقة احنا عايزين نقول وجهة نظره تكون فنية لكن اللي حاصل ده مش وجهة نظر فنية ده معلومة مغلوطة ووصله في الاستوديو ان القلر لو مستمعين قال حاجة غير الحاجة اللي هو قالها وبالتالي هنا بنقف عند النقاط اللي زي دي لكن اي رأي فني في لاعب بدون تطول او تجاوز او اسها اي رأي فني في منظومة النادي الاهلي في فريق النادي الاهلي في المدير الفني الاهلي بدون تطول او تجاوز او اسها ما عندناش مشكلة في نادي اقراء فني هو اللي يتحاسب على هذه الاراق الفنية لكن لما يكون في محاولة يعني الصاق تهمة بالمدير الفني وبعدين نجيب المدير الفني المنافس في أحد البرامج الأخرى ونقول لها كابتن طار انت ايه رأيك في اللي قاله ميستر كولر فالكابتن طار يقوله هو قال ايه قال ان هو مش مقتنع بالطريقة الدفاع اللي انت لعبت بها فيضطر الكابتن طار العاشري ادافع عن طريقته وبالتالي يتناول مدير الفني النادي الاهلي وقل ما تعلمناش كده في النادي الاهلي وانا تلميز جوزيه في النادي الاهلي المفترض ما تعرفش الفريق المنافس ويدرب امثلة بالناس او الفرق والمنتخبات اللي كانت موجودة في كاس العالم عملت ازمة للنادي الاهلي بدون لازمة انا مقتنع جدا ان ممكن الكلام تفهم في البداية بشكل خاطئ ربما احنا حتى مع فريق العمل قعدنا نسمع مرة واثنين وثلاثة عشان يكون القصة واضحة بالنسبة لنا والحقيقة يعني رضا غانم المعد معنا في البرنامج كان من اول دقيقة وهو مصر ان مرسيل كولر لم يتعرض لمبارات لا اصله رضا اللي بدأ من البداية لم يتعرض على الاطلاق للمدير الفني لنادي سموح طار العشري وكان بيستغرب جدا عن كمية الانتقارات اللي بتوجه لمرسيل كولر في النقطة دي